يؤشر هذا الدخان الأبيض إلى استمرار تقلس المساحات الخضراء بوتيرة يومية في مدى غشقر جراء ممارسة محلية رائجة تسمى التافي وتقضي بإحرق الغابة البكر لاستصلاح أراضي زراعية خصبة ولا يساعد انتشار الفقر في هذه المناطق النائية على القضاء على هذه الممارسة القديمة لا أملك أراضي في الوادي لذا أضطر إلى إحرق جزء من الغابة للزرع لا خيار لدي لا أستطيع العيش من دون ذلك غير أن إزالة الغابات بهذه الطريقة العشوائية تلحق أضراراً بحقول الأرز وتتسبب بجفافها وهو معانى منه جنرالي في حقله الواقع بالقرب من رانو مغانا وهو يخشى أن لا يحصد شيئاً هذا العام جف نبع المياه بسبب إزالة الغابات في ثمانينات القرن الماضي كانت المياه تصل إلى مستوى الورك خلال شهر أيلول سبتمبر إن لم يهطر المطر سنفقد الأرز وسنعاني من المجاعة إزاء العجل الرسمي تجندت منظمات غير حكومية عدة بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية لمساعدة المزارعين على مكافحة ظاهرة إزالة الغابات تكون الأراضي بعد إحراء الغابات خصبة لمدة ثلاث سنوات فقط وليس بعد كذلك ما يستدعي البحث باستمرار عن أراضي جديدة وهذا ما يؤدي إلى زوال الموارد المائية فالأرض هي خزان المياه التي تستعمل في الزراعة والأعمال المنزلية وسوى ذلك وقد زرعت أشجار الأكاسيا والكين سريعة النمو هذه بالقرب من رانو مفانا لتزويد السكان بالأخشاب فيما الاحتياجات اليومية كالطبخ والبناء تهدد بدورها الغابات تهدف إعادة التحريج هذه إلى الحد من استخدام الغابات لاستخراج الفحم أو لبناء المنازل غير أن 90% من سكان مدغشقر يعيشون تحت عتبة الفقر فيما لا تزال بدائل ممارسة التافي نادرة للغاية